هل سبق لك أنك لحظت كيف أني السلبية هي فقط تجلب الأكثر من السلبية؟ أنا اليوم كنت في محادثة مع أحد صديقاتي واللي هي ألهمتني كي أتحدث في هذا الموضوع حول كيف أن العديد مننا يشتكون من كونهم ليسوا أين يريدون يشتكون من كونهم ليسوا اليوم يعيشون فيما يريدون أن يعيشوه بالرغم مما جربوه بالرغم من أنهم طبقوا كل شيء نصحوا بتطبيقه اتبعوا التعليم قرأوا الكتب حذروا في التدريب طبقوا الدروس اللي تعلموها وأعادوا التأكيدات الإيجابية وقاموا بالتمارين اللي اقترحت عليهم يعني قاموا بكل شيء لكنهم لم يتحصلوا على النتيجة التي كانوا يريدون التحصل عليها يعني بدأوا كل شيء من أجل الحصول عليها ولكن لم ينفع معهم أي شيء قدني هذا للتفكير في سبب هذا وكيف نحل هذه المشكلة من خلال اكتشافك لثلاثة أشياء رئيسية الثلاثة أشياء هذه سأطلعك عليها اليوم أهلا بيك أنا سوسن بلعج والهدف من هذه القناة هو مساعدتك في ترفيع وعيك وبهذا يرتفع وعينا الجماعي اضغط على متابعة واضغط على لايك واضغط على الجرس لتكون على علم كلما تنزل فيديو جديدة اليوم كنت في المطعم مع أحد صديقاتي كانت تحكي لي كيف أنه زوجها وصلت له فواتير ضرائب وكان منزعج جدا قتلي اللي هو كان معها على الهاتف وأخبرها أنه سيذهب للاتصال بوالده فكانت هي تطلب منه تأجيل الحديث مع والده حتى تراه هذا المساء قتلي ببساطة أنا لا أرى أي فائدة في التحدث عن شيء اللي هو لا يستطيع فعل الكثير تجاهه يعني المسألة هذه فقط هي ستجعله يقذي أسبوع بأكمله في دوامة سلبية وبذلك مزاجه يتغير في حين قتلي أنه هذا هو شيء خارج عن إرادته ولا يمكنه فعل أي شيء حياله سوى أنه يدفع الفاتورة الحكمة اللي صدرت منها في هذه الملاحظة جعلتني أفكر في التنفيس واللي هو عادة عند الكثير منا نحن نقوم بالعادة هذه دون أن نعرف ما هي بالتحديد وكيف تعمل ضدنا معظم الناس يظنوا أنهم إذا كانت حدثوا عن شيء يزعجهم الشيء هذا اللي هو ممكن حاضر فحيتهم مشكل أو تحدي أو مصدر انزعاج حاضر فحيتهم اللي هو يسبلهم الكثير من الانزعاج يمكن هذا يكون عمل مع أشخاص لا يحبونهم أو علاقة زوجية غير سعيدة أو مراهق يسبلهم الكثير من الحيرة الكثير من القلق أو عدم الارتياح المادي لا أعرف ما هو التحدي لكن يظنوا الناس أنهم عندما يتحدثون عن هذا التحدي باستمرار يظنوا أنهم سوف يتخلصوا منه أو يمكن يتخلصوا من ذلك الثقل للمشكل اللي هو موجود يعني يحسوا نفسهم يمكن يصبحون أخف عندما يتحدثوا عنه لكن الحقيقة هي عكس هذا تماما لأنه كلما تتحدث عن شيء أكثر كلما أنت تلوث مجال طاقتك أكثر وتجد نفسك تتورط في المزيد من المشاكل وأنا أعرف هذا خير المعرفة أنا في الماضي كنت في علاقة غير سعيدة كنت أعتقد أن اللقاء بصديقاتي والتحدث اللي هن عما لا يعمل فحياتي وعما يسبب لي قلة السعادة كنت أعتقد أنه هذا يساعدني على التخلص من الضغط وبالتالي فسأكون يعني أشعر ببعض الارتياح بعد أن أتحدث لكن بعد الحديث عن المشاكل والحديث عن كل الأشياء اللي هي تزعجني وكذلك التذكر المزيد منها لأنه ليس هناك أبدا نقص فيها كنت أرى نفسي أني أنا أضحية والآخرين هما يصلتوا علي كافة أنواع العذاب والاستهاد النفسي وكنت كلما تحدثت أكثر عن هذا كلما جذبت المزيد من تلك الأشياء التي لا أحبها ليا أدى بي هذا فيما بعد إلى الاكتئاب وعندما لم تعد أصدقات تكفي ذهبت نحو الطبيب النفسي لمواصلة التشكيات مما كنت أنظر له على أنه واقع غير سعيد بما أني لم أكن واعية بأنني أنا من كان يسببه بعد هذا حذر ماذا؟ لا تقع دعوتي إلى لقاءات ينظمها صديقاتي مما يجعلني بالطبع أقع في الأكثر من الاكتئاب والسبب وراء حدوث هذا هو التنفيس ونحن عادة نمارس هذا يعني نقع في فخ أننا ظن أن سنشعر بتحسن عن طريق تحرير الضغط يمكن هذا يعمل هل تدري متى يعمل؟ يعمل عندما أنت تدرك قدر ضئيل من الضغط قدر ضئيل يخرج لكن لا يعمل عندما أنت تحول إلى تفريغ مشاعرك لكلها إفراغ حقيبتك كاملة لذلك انظر إلى التنفيس كالصفارة فوق القدر هي فقط تخرج شيئا ما من الضغط لكن لا تخرج الضغط كله لأنها عندها تنفجر يقول ديفيد هوكينز في كتابه Letting Go يقول أن أحد الطرق الغير الصحية للتعامل مع المشاعر الصعبة هي التنفيس يعني هو اللي اقترح المصطلح هذا فانتينغ اللي هو يعني الإفراط في التعبير اللفظي عن مشاعرنا يقول دكتور هوكينز أن الكثير من الناس في المجتمع بما فيهم أنا قبل أن أتعرف على هذه الإليات الكثير مننا يعتقدوا أن التعبير عن مشاعرهم يحررهم من هذه المشاعر بينما البحوث تأكد أن التعبير المفرط عن المشاعر هو فقط يضخم تلك المشاعر ويعطيها الأكثر من الطاقة لذلك بدلا من تحميل كلماتك بكل المخاوف والشكوك التي تشعر بها كن أكثر وعي واعلم أن الطريقة التي أنت تعبر بها عن نفسك هي يمكن أن تساعدك على التحسن أو تذهب بيك في الاتجاه المعاكس تماما فعندما تجد أن الأشياء لا تعمل كما أنت تريدها أن تعمل تجد نفسك تنقض في نفسك أو تشكو من الشعور بالتعثر بالرغم من أنك بذلت أقصى جهدك تجد أن الأمور لا تعمل معك وتريد حل أعلم أن الحل لا يتعلق بالذهاب بنزهة على الأقدام لا يتعلق بالقيام بالتأكيدات الإيجابية لا يتعلق بالقفز حتى لكنه يتعلق بأنك تصبح حاضر تصبح حاضر مع ما تشعر به لأن كل ما تفكر فيه هو ما تقوم بصنعه أعيد لأن هذا الأمر في بالغ الأهمية ما تفكر فيه هو ما تعيد صنعه وهذه مثل بعض التعليق التي أقرأها من حين لآخر ربما في بعض الأحيان بعضهم يقول لماذا الأمور لا تعمل معي وأنا جربت كذا وجربت كذا وهذا لا يعمل معي وعندما تشاهد كمية الطاقة الموضوعة في تلك الكلمات كمية الانتباه الموجه نحو السلبيات وما لا يعمل وأهم من ذلك قوة الكلمات المستعملة واللي هي تعيد صنع نفس الواقع لذلك إذا أنت الآن تفكر في لماذا لا تسير الأمور كما أنت تريده ولماذا لا يظهر ما تريد أن يظهر فما أنت حاضر معاه هو عدم وجود ما تريده هذا هو الذي أنت حاضر معاه وبالتالي فإنه هذا هو ما يتم خلقه باستمرار في تجربتك انظر إلى نفسك كأنك تسجل فيديو لنفسك اضغط على زر تسجيل وشاهد ما الذي تراه هل يعجبك؟ هل تجد هذا الشخص في طاقة عالية أم في طاقة منخفضة؟ هل يعبر عن اهتزاز النجاح أم اهتزاز نقد الذات؟ هل يعكس كيف أنت تريد أن تكون وكيف أنت تريد أن تشعر؟ وإن لا فكيف لك أن تبدأ بأنك تكون ذلك الشخص الذي تريد أن تكون؟ النقطة الثانية الآن هي تعبر عنها أوبرا وينفري تعبر عنها بطريقة بارعة جدا أوبرا وينفري تستقبل الكثير من الأشخاص في استوديوهاتها فلذلك عندها على باب مكتبها لوحة واللوحة هذه مكتوب عليها كن مسؤولا عن الطاقة التي تجلبها إلى هذا المجال كن مسؤول عن طاقتك لأن طاقتك تؤثر عليك وتؤثر على الآخرين من حولك شوف في الأيام السابقة التي مضت سقط هاتفي بالمنزل وعندما التقتم الأرض نظرت له وجدت أني شاشته تحتمت لكن ليست تماما يعني تحتمت جزئيا فقط لكني انزعشت جدا أخفت الهاتف لأتصليح الشخص اللي سيقوم بتصليحه قال لي يكون من الأفضل لو تشتري هاتف جديد لأنه سيكلفك نفس السعر لكن نظرا لانزعاجي وتعلقي بذلك الهاتف رفضت قط له لا فقط أريد إصلاحه فقام بإصلاحه وبعد يومين فقط من حصولي على الهاتف كنت أمارس في رياضتي الصباحية وبينما أنا في الغابة بينما كنت أجري سقط الهاتف التقته من الأرض نظرت له وجدت أن شاشته تحتمت لكن المرة هذه تحتمت كليا ذكرت المحادثة اللي دارت بيني وبين الشخص اللي كان في ورش التصليح فهمت أني كنت أعبر عن رفضي لما وقع لذلك المرة هذه قررت أن ما حدث ليس جيد وليس سيء بل هو فقط ما حدث ولذلك أخذت هاتفي في جيبي وقررت أني لن أترك هذا يؤثر في طاقتي لبقية اليوم بعد ذلك اعتنيت بي أمور أخرى في يومي وفيما بعد ذهبت لشراء هاتف جديد بدلا من إصلاح الهاتف القديم يعني مرة أخرى لكن عندما ذهبت تفاجأت تفاجأت لأني اتحصلت على هاتف جديد يكاد يكون هدية فقط لمكافأتي على اشتراكي مع شركة الاتصالات التي أنا معها والهاتف هذا هو أفضل بكثير من هاتفي القديم فيمكننا دائما أن ننقر أن نرى ما حدث ليس على أنه إيجابي وليس سلبي ما حدث ليس إيجابي وليس سلبي بل هو مجرد حدث ومن ثم أنا أقبله أتقبل ما حدث بدون التأثر به وهذا سيجعل الموقف يتوقف ويخرج الآن من مجالك الطاقي عوضا أنه يعلق معك وهذا كيف تصبح مسؤول واعي عن طاقتك ولا تتركها تهدر لأسباب اللي هي خارجة تماما عن تحكمك وهذا يخلين نصل إلى النقطة الثالثة واللي هي قوة كلماتك كلماتك ليست فارغة كلماتك لا تتبدد في الفراخ بمجرد أنك تنطق بها بمجرد أنك تتفوه بها هي تترسخ في هذا الكون وتتجلى في حياتك لأن كلماتك عندها قدرة هائلة على التأثير على مصيرك وعلى مصير الكون بأسره من خلال تأثيرها في عقلك الباطن وهذه يذكرني بعبارة أبرا كدابرا واللي هي تعني حرفيا أنا أصنع الواقع بكلماتي بكلماتي أصنع الواقع نيفيل جودارد كان كتب عن دكتور دكتور هذا اسمه روبرت ميليكان الدكتور هذا كان أولد في فقر مطقع وكان وهو صغير يحلم بالعيش في الرفاهة والثراء كان يقضي ساعات طويلة ساعات متتالية في عزلة في غرفته وكان يكرر نفس الكلمات اللي هو كان يستعملها كتأكيد إيجابي والكلمات هذه تقول أنا أكسب دخل سخي وثابت يتوافق مع النزاهة والمنفعة المتبادلة نيت القوية هذه نيت النزيهة هذه جلات فيما بعد من خلال كسبه للملايين بنزاهة وفي خدمة الإنسانية كذلك أول وأهم الاتفاقيات الأربع لدون ميجيل رويس هي أن تكون كلماتك لا تشوبها شائبة لأن الكلمة هي قوية في الخلق حيث بالكلمة أنت تخلق قصة جميلة أو قصة غير جميلة والكثير منهم يستعملوا كلماتهم لكن بطريقة غير واعية كلماتك عندها سحر وعندها قوة كبيرة لأنك يمكنك أن تصنع صور تصنع أفكار تصنع مشاعر في مخيلتك من خلال كلماتك لو أقول لك فيل وردي يمكن الآن يظهر في ذهنك مشهد كامل لهذا الفيل الوردي وهذه هو سحر الكلمات وهذه هو قوتك في صنع واقعك عندما تفهم قوة كلماتك الله يخلق الواقع ونحن نعيد خلق الواقع بكلماتنا لذلك كون دائما حذر عند استعمالك للكلمات كلماتك هي محتوى الرسالة التي توصلها ليس فقط للجميع ولكل شيء من حولك لكن خاصة الرسالة التي توصلها لنفسك الأبحاث في تقنيات التواصل تأكد أنه عندما يستخدم شخص تعابير غير لطيفة لوصف أشخاص آخرين فشخص الذي يتلقى الكلمات ينظر إليها على أنه هو أو هي يمثل هذه الصورة السلبية اللي هو يصورها مثلا إذا كان الشخص يستخدم كلمة غير لطيفة بشكل مستمر الشخص الذي يستمع إليه يعتبر أنه المتحدث هو أو هي من يحمل هذه الصفة السلبية وليس من يتحدث عنهم فإذا أنت غضبت واستخدمت الكلمات لإرسال تشنج عاطفي أو دعوات لشخص آخر أنت في الحقيقة تستخدم الكلمات هذه ضد نفسك وهذا هو قانون الكرمة أن تكون كلماتك لا تشوبها شائبة يعني أنك لا تستخدم قوة الكلمة ضد نفسك أو ضد شخص آخر أنت صانع واقعك إذا كنت تستعمل كلمات لا تشوبها شائبة فتخيل روعة القصة التي ستكتبها لنفسك هذا شيء صنعت بحذافره في واقعي يعني من جمال الصباح الذي أتمتع به إلى جمال المكان الذي أقطن فيه كلها أشياء صنعتها عندما كتبت قصة حياتي وكتبتها بصفة استباقية كتبتها عندما لم يكن يروق لي المكان الذي كنت أقطن فيه لم تكن تروق لي الأشخاص المحيطة بي لم يكن يروق لي الإسمنت المتراكم حولي فكتبت عن الجنائن والحدائق التي كنت أحلم أني أعيش فيها كنت أذهب كل يوم إلى الغابة لأن هناك ملاذي وهناك أتمتع بالصفاء وبالنقاء فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أني حياتي اليوم يتدفق فيها الأكثر من الجمال ومن الراحة ومن الخضار ومن الحدائق لأنه هذا هو الذي اخترت أني أركز عليه بوعي تحدث كلمات اللي هي تصنع السحر في حياتك لأنك بالفعل تصنع حياتك بكلماتك عندها نواياك ورغباتك كلها تأتي بسهولة لأنه لا توجد هناك مقاومة لا يوجد خوف لا توجد شكوك لا يوجد سواء الحب والسلام وهكذا تخلق حيات كلها جمال اجعل كلماتك لا تشوبها شائبة هذا كل ما هناك للتلخيص إن تريد أن تسرع في تجلي ما تريد والدخول في مرحلة أجمل فحياتك فنعم للتعبير نعم للتخلص من جزء من الضعط لكن بدون الانسياق وراء التنفيس المفرط ثانياً طاقتك أنت مسؤول عليها تذكر دائماً ما حدث ليس إيجابي وليس سلبي وأنا أقبله ثالثاً كلماتك اجعلها كلمات جميلة تصنع بها واقع تريده وتجذب بها نحوك كل ما يرغب فيه قلبك شكراً للمتابعة ولنواصل التعلم على قناتي